أشهد الرئيس عبدالفتح السيسي بجهود الوكالة الجامعية للفرانكفونية مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم أمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة وخلال استقباله عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية سليم خلبوس أشار الرئيس السيسي إلى الأهمية القصوى التي تليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغاية استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي الدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية وذلك بحضور الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرانكفونية مؤكدا سيادته الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم أمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة لسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية ومشيرا سيادته إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات من جانبه أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس موجها الشكر لمصر على دعمها التاريخية للمنظمة الفرانكفونية ومؤكدا حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا بالنسبة للوكالة خاصة في ظل دورها الإقليمي المحوري كمركز ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي في المنطقة وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لأوجه التعاون بين النصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية خاصة ما يتعلق بجامعة سينجور للتنمية في أفريقيا والتي تستضيف الإسكندرية مقرها وتمثل إحدى نماذج التعليم الجامعي المتميز ومن أهم الهيئات التعليمية والثقافية التابعة للوكالة الجامعية حيث تم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين في إطار إنشاء مراكز لتطوير الإبداع العلمي بمصر يخدم القارة الأفريقية ولإعداد الكوادر الأفريقية بما يؤهل خر جيها للإدارة الفاعلة لدفع استراتيجيات التنمية المستدامة لدول القارة اشتركوا في القناة